بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم في تعريف آخر من أشهر تعريفات الجودة واللي هو بيبقى هذا التعريف له ما بعده كويس هو تعريف التعريف الشهير اللي هو تلبية احتياجات العميل الحالية والمستقبلية الجودة بتولي اهتمام خاص وكبير للعميل بصفة أن العميل هو مبرر وجود هذه المؤسسة أو هذه المنظمة أو هذه هذه الإدارة أو هذا القسم يعني أي قسم في المنظمة أو إدارة ليس له عميل بيقفلوه المنظمة لو ملهاش عميل فهي ليس لها مبرر وجود فنظراً لأهمية هذا العنصر اللي هو العميل فهو مبرر وجود هذه الشركة أو هذه المنظمة فيجب التعامل معها تعامل مختلف فتلبية احتياجات العميل الحالية والمستقبلية بيأتي وراءها سيستم متكامل تستطيع الشركة أن تبني كافة أنظمتها على فقط هذا التعريف كان لو بصنا بتفصيل هذا التعريف بشكل سريع أن كان بداية الشركات بتقوم جاية حتى المنتج بتاعها أو الخدمة ثم يقوم قسم التسويق والمبيعات بمحاولة إقناع العملاء لبيع هذا المنتج أو الخدمة لكن مع الجودة أو مع النظرة الحديثة في الإدارة أن أنا قبل ما أصمم المنتج أو الخدمة أو أنا بصمم المنتج أو الخدمة لازم أحط اعتبارات لما هي احتياجات العميل ماشي؟ يعني إحنا لو بصنا تلبية احتياجات العميل أنا لازم عشان أربيها الأول أكون أعارف ما هي احتياجات العميل بعد معرفة احتياجات العميل ببدأ أعدل في المنتج أو الخدمة أو أعيد التصميم كويس أو أصمم بناء على رفعي لإحتياجات العميل طيب بس أنا لما باجي أبص على أي منظمة يعني مثلاً لو أنا وأخذ زوجتي وأولادي وروحنا في مطعم كويس أو رحنا في محل بنشتري أغراض فكله بيشتري ماشي وبيكون مثلاً الأولاد لهم تأثير في القرار بتبقى الزوجة لها تأثير في القرار الرجل له تأثير في القرار وبعدين هو بيدفع أو هي بتدفع كويس فهنا في الواقع فيه أكتر من عميل فما ببقاش فيه هو عميل واحد فأنا لازم أسأل قبل أن أسأل ما هي احتياجات العميل فيه سؤال مهم اللي هو من هو العميل الابتداء تمام؟ فلازم نبدأ نشوف العميل ونحدد أصحاب المصلحة ونعمل نعمل لهم اعتبارات وما هي احتياجاتهم وهو حجم تأثيرهم عامل إزاي فأصحاب المصلحة والعملة من النقاط اللي يجب أن تبدأ بها المنظمة في رصد احتياجاتهم علشان تعمل اعتبارها وهي بتصمم الخدمة أو بتصمم المنتج وتعرف أصحاب المصلحة أو الأطراف المهتمة في الجودة هو كل من يؤثر أو يتأثر أو يعتبر نفسهم متأثر بأنشطة المنظمة أو قراراتها تمام؟ فأهنى كمنظمة لازم أرفع من هم أصحاب المصلحة ونوعيتهم وتأثيرهم عامل إزاي والعملة علشان أبدأ أشوف كل طرف ما هي احتياجاته علشان أبدأ ألبيها وبعد ما عدد أطراف الأصحاب المصلحة هكتشف أن لهم تأثيرات مختلفة وبعضهم بيؤثر وبعضهم بيتأثر وبعضهم تأثيراته بسيطة وبعضهم تأثيراته كبيرة ونفس العملاء العملاء لما الرجل يأخذ زوجته وأولاده بيأخذهم في مكان حجم قوة العملاء هنا مختلفة تمام؟ المنظمة وملائها التأثيرات مختلفة هنا فبتر أن أنا أو بحتاج أن أنا أحلل ما هي تأثيرات العملاء وتصنفتهم عشان أبدأ أصنفها فأنا بصنف العملاء تبقى لتأثيراتهم على المنظمة والجميع يعني الاهتمام ولكن بقولي الاهتمام الأكبر إلى العملاء اللي هم تأثير أكبر وأصحاب المصلحة اللي هم تأثير أكبر وبوجه لهم معظم الموارد وبالجأ في القصة دي إلى نفس المنهجية بتاعة باريتو اللي هي 20-80 اللي هو أن 20% من العملاء لهم 80% من الأرباح بيدخلونا 80% من الأرباح وهكذا فأنا أعملية التصنيف ووضع الأولويات هذا من الجودة لا يجب أن تصرف كافة اهتماماتك بنفس مستوى التركيز على كل العملاء لأن تأثيرات العملاء مختلفة فيجب أن أنا أوزع اهتماماتي بنفس هذا التصنيف بنفس التأثيرات بتاعة العملاء تمام؟ يبقى أنا كده لازم أحدد الأول من هم العملاء وأصحاب المصلحة وأبدأ أعمل لهم تصنيف تمام؟ بناءًا على اللي هو قوتهم وتأثيرهم تمام؟ ثم أروح أحدد احتياجات حبدأ طبعاً لهم أولوية عالية وأحدد احتياجاتهم وأحط هذه الاحتياجات في اعتباراتي في تصميم المنتج أو الخدمة وبيع وأنا كده ما خلصتش أنا بعد ما عملت الخطوات دي لازم في النهاية برضو أختم بالتأكد من نجاحي في كافة الخطوات اللي فاتت فأبقى أعمل قياس لدى العملاء وبسأل على كله عشان أبقى أتطمن إن أنا هل أنا أدرت أرصد احتياجاتهم بشكل مناسب؟ كويس؟ هل أنا صممت المنتج تبقى لإحتياجاتهم بشكل مناسب؟ وقدمت المنتج بوبيعته بشكل مناسب؟ وبناء عليه بقى أشوف ربما أكون بعض العمل اللي أنا صنفتهم تصنفهم في الواقع مختلف أو تغير لأن المفروض أن تحديد العميل وتصنيفه وإحتياجاته dynamic form تمام؟ أو record يعني بيتغير يعني عنده عجلة التغير فيه عالية بيتم تحديثه باستمرار مع كل قرارات تنزل أو كل أمور تتجدد في سوق العمل ممكن أرجع أعيد أعمل تحديث لسجل العمل وبالتالي عملية القياس بتطميني إيه هو الأكشن اللي أنا محتاج أخذه علشان أزبط بعض الأمور هنا وهنا برضو لو بصينا على التعريف ومجتملاته التفصيلات بتاعته هنجد أنه أيضا يدور في فلك دائرة التحسين المستمر أو دائرة الدمينج اللي هي بدكة خطط ونفذ وقيم وحسن التخطيط في الأجلاء الأولينية التحديد والتصنيف وتحديد اهتياجات العمل كل الكلام ده يا جماعة بيتحدد بيتحول إلى قائمة أهداف وقائمة عمليات زي ما سبق في التعريف السابق فأنا بيبقى عندي حاطة أهداف وموفر موارد وحاطة عمليات وموفر له ناس ومضربهم ومأهلهم علشان يستطيعوا أنهم يصامموا ويقدموا الخدمة بهذا المستوى ثم أبدأ عمليات التقييم وهنا التركيز في هذا التعريف أن أنا بقيس رضا العميل فبتأكد أن هذا القياس لو كان القياس متدني بشوف هل التدني ده كان في تحديد الاحتياجات هل في تقديم الخدمة هل في مستوى الناس اللي كانت شغالة على تقديم الخدمة وبالتالي بيأخذ إجراءات تصحية للتعامل مع هذا الوضع شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته